في إطار جهود هرامية إلى التصدي لجرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت مصالح أمن ولاية الصيف مبثلة بفرقة مكافحة المخدرات من تفكيك ثلاث عصابة جرامية في آن واحد مع توقيف ثماني أشخاص يحترفون ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وحجز 1.7 كيلوغرام من المخدرات و1500 كابسولة من دواء بريغابالين ناهيك عن مبلغ مالي قدر بـ 82 ألف دينار جزائري يعتبر من عائدات عمليات الترويج إضافة إلى مركبة سياحية وأخرى نفعية ودراجة نارية كانت تستغل لتمويه النشاط غير المشروع لتلك العصابات العمليات التي تمت بثلاثة أحياء متفرقة من عاصمة الولاية جاءت بناء على معلومات وردت إلى علم أفراد فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية السطيف العمليات التي تمت بثلاثة أحياء متفرقة من عاصمة الولاية جاءت بناء على معلومات وردت إلى علم أفراد فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية السطيف مكنت من تحديد الأحياء وهويات المشتبه بهم مع إخضاعهم للرقبة وتتبع مدة أسبوع كامل ليتم التدخل وإلقاء القبض عليهم جميعا في حالات تلبس بحيازة كميات من المخدرات المذكورة سلفا ليتم اقتيادهم إلى مقر الفرقة مع فتح تحقيق معمق في ملابسات كل قضية الضبطية القضائية وبعد استكبال كافة الإجراءات القانونية اللازمة أعدت ملفات جزائية ضد المشتبه فيهم الثمانية عن تهم جنحة حيازة المخدرات بطريقة غير مشروعة لغرض البيع وجنحة حيازة المؤثرات العقلية لغرض الوضع للبيع وأحيل أمام الجهات القضائية المختصة